اهلا بكم من جديد بأن التوقيع يأتي في إطار المكانة المتميزة للمملكة كمركز للخدمات المالية وخدمات الأعمال في المنطقة وانضمامها إلى المتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بمجب قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وقراره المتعلق بالمعايير العالمية لتبادل تلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية وتعكس الاتفاقيتين مشاهدين حرص المملكة على تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات ومشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي الرمية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي بكافة صورها وخلق بيئة استثمار جاذبة وتعتبر اتفاقية مساعدة الإدارة المتبادلة بمثابة الإطار القانوني لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمين لأغراض الضريبة في الدول الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية والبالغ عددهم 111 دولة توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات البحرين من السلع والخدمات أكثر من 27 مليار دولار خلال العام الجاري كما توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وأتمان الصادرات أن تنمو الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 1.7% خلال العام المقبل 2018 لتتجاوز 28 مليار دولار وتشير البيانات المعلنة إلى أن واردات السلع والخدمات المتوقعة خلال العام الجاري ستبلغ 24 مليار دولار ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% لتبلغ خلال العام المقبل نحو 25 مليار دولار ووفق آخر تقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نموا بمعدل 5% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري وتكتسب المعاملات التجارية الدولية مشاهدين أهمية خاصة بالنظر إلى دورها الكبير في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية الأخرى وكذلك ربط الاقتصادات والمجتمعات كونها منفذا مهما لتصريف فائض الانتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك قدرتها على توفير مستزمات الانتاج والإعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتموينية من الخارج لذلك تسعى الحكومات جاهدة لتعظيم فرص الاستفادة من علاقاتها الخارجية في العالم في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة